مسألة الأحزاب السياسية طبعا مسألة لازم نتكلم فيها بشيء من التفصيل بما أنه كان لهم دور فيه أعتقد التعبئة والحجد والترويج وتوعية الناس خلال ما قبل الانتخابات وما متوقع من أدوار لهم بعد انتخابات الرئاسة يعني أعتقد أنه هم قبلوا بلاء حسنا في خلال زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة أن التعبئة والحجد والتوعية برضو بالأخطار الحالية لأنه بعد الانتخابات المفترض أن يكون فيه الأحزاب لابد أن تكون فيه تفاعل أكتر مع المواطنين تواجدها في الشارع يكون بشكل أكبر إعلان عن برامجها يكون بشكل يجذب الشباب لأنه إحنا شفنا إحنا عندنا 65% من المجتمع المصري من عدد السكان من الشباب وبالإشارة برضو الحقيقة في الانتخابات دي كان فيه ميزة مهمة جدا أنه الشباب شاركوا بشكل كسيف يعني أنا شوفت في أكتر من اللجان لما كنا بنمر في اليوم الأول والتاني ومتابعاتي كان أنه الشباب موجودين بشكل كويس فإحنا عندنا شباب كناخبين لا فيه الناخبين شوفنا المجموعة اللي هي المتطوعة اللي هي قدام الانتخابات لكن الناخبين اللي راحوا للانتخابات كان فيه عدد كبير من الشباب ده يؤكد أن الشباب بخير محتاجين بس يبقى فيه اهتمام من الأحزاب السياسية وتوجيه واستقطاب للشباب بحيث أنه يعمل على التربية السياسية اللي تواجئ يعني لابد أن يتم مواجهة الإشاعات والحروب الإلكترونية بالتوعية من خلال الأحزاب أنا شايف أن ده دور مهم جدا للأحزاب في الفترة القادمة مية وستة حزب تقريبا يعني رقم كبير قوي أنه هو يكون متوادد في الشارع وأنه الناس يعني حتتلقبط وهتختلق أطوء وسط الناس وسط الأعداد دي من الأحزاب أعتقد أنه لابد في المرحلة القادمة يكون فيه فرز لمسألة الأحزاب أو إعادة هيكلة الأحزاب بناء على البرامج المشتركة يعني بالتأكيد المية وستة حزب مش كل حزب عنده برنامج متفرد أو متميز عن المية وخمسة على أساس البرنامج ولا على أساس التوجه والتيار المنتمئ دي التوجه والتيار لأن التيار والتوجه هو اللي بيخلق البرنامج فبالتالي يعني لابد يكون فيه فيه يعني أنا في رأيي أنه فيه طبعا أنا أريد برامج أحزاب فيه أحزاب كتير متشابهة فيه كتير يعني أنا في رأيي أنه أنه مسألة دمج الأحزاب أنه ده مهم جدا إذا توافقوا أصحاب التوجهات المشتركة أو التوجهات الوحدة والبرامج المشتركة والمتماثة أعتقد أنه لو كونوا يعني إحنا لو عندنا سبع أو تمن أحزاب أو عشر أحزاب بس هيبقى أفضل بكتير جدا إحنا شوفنا كان بيبقى فيه في كل دول عالم فيه دايما فيه عدة أحزاب ما بيبقاش فيه بين مية ومية وعشرين حزب لكن بيبقى فيه أحزاب وفيه حزبين كبريين يعني لكن مية وستة كتير قوي يعني أنا في رأيي أنه أو في تقديري أنه لابد أن يكون هناك فرز لهذه المسألة إعادة مراجعة الأحزاب ورخص إنشاءها بناء على التشابه لأنه لا يمكن أن يكون هناك مثلا عشرين حزب يتشابه في نفس البرنامج طب إيه اللي بيميزك كحزب أنا 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 كفرض عايزة تميمة هروح فين ده ده تفتيت للكتلة الشبابية أو الكتلة السياسية والكتلة الوعية من السياسيين الشبان أو المنتمين للعمل السياسي أو الرغبين في العمل السياسي هل مزالت الأحزاب السياسية القديمة ذات يعني الكتلة الجماهيرية الكبيرة في السابق هل مزالت تحضر بنفس الجماهيرية ونفس الدعم الشعبي؟ أعتقد أنه طبعا مش هيبقى بنفس الدعم وبنفس القوة الجماهيرية يعني مش هنلاقي مثلا حزب الوافد أو حزب التجمع أو يعني الأحزاب سواء اليسار أو اليمين بنفس الكتلة اللي كان عليها فيما تم إنشاءها بعد سبع وسبعين مسألة المنابر اللي كان حددها الرئيس الراحل الأمر السادات ثم تحولت المنابر اللي هو الوسط واليمين واليسار وتحولت إلى أحزاب بعد كده الأحرار والتجمع والوافد لأن لما تحولت لأحزاب كانت كتلتها أكبر لأن كان عدد كبير جدا من الأحياء في ذلك الوقت من المنتمين لهذه الأحزاب قبل ثورة يوليو يعني لقينا الوافد كان كل المنتمين وكان فترة سبعة وسبعين أو حتى لغاية تسعة وسبعين كان الوقت بينها وبين ثورة يوليو عشرين سنة خمسة وعشرين سنة تقريبا فكانت في أجيال من العصرة الأحزاب قبل الثورة كانت موجودة فلذلك كل واحد راح للاتجاه بتاعه سواء اليمين أو اليسار أو الوسط الآن الأجيال الجديدة غيبة عنها وخصوصا بعد ما يعني دخول فكرة التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال ووسائل التواصل كل ده خلى الأفكار جديدة والأفكار العالمية كمان حجمة الإعلام الدولي والإعلام العالمي والخلايا الإلكترونية العالمية والأفكار احنا فيما سبق قلنا الأفكار بناخدها من مصادر محددة ووحدة دلوقتي المصادر المعلومات والمعرفة متعددة وكثيرة والأجيال الجديدة فيه شبه انفصال بينها وبين مجتمع بالنسبة للعمل الحزبي والأجيال الجديدة فيه شبه انفصال بينها وبين العمل الحزبي القديم فبالتالي احنا محتاجين يبقى فيه يعني ضغط للأحزاب فيه كتل بناء على برامج محددة والتجاهات سياسية محددة يبقى فيه عدد أولئي من الأحزاب السؤال اللي حضرتك بتكلمي فيه أو بتسأليه عن كتلة الأحزاب القديمة بالتأكيد ما هياش زي الأول هي فيه بس بعض يعني بعض البيوت القديمة والعائلات القديمة اللي كانت مع حزب الواب لازالت برضو يعني بتتوارسها توارس كلاسيكي الأحزاب اليسار طبعا تقريبا شبه يعني معادتش موجودة بشكل كبير يعني إلا في ذكرت حضرت